السلام عليكم شالل الوجه النصفي او شالل بيل او العصب السابع هكلمك النهاردة ان شاء الله عن افضل 9 تمارين لعلاج مشكلة العصب السابع بالاضافة ايه بعض النصائح اللي هتفرق معك بشكل كبير وهل اللبان مفيد لعلاج حالات العصب السابع ولا لا هتعرف كل ده ان شاء الله النهاردة على مدار الحلقة معك دكتور احمد الشامي دكتور علاق طبيعي ولو انت اقول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك نفس الكلام اللي بقوله لك كل مرة اللايك هو ما سابت شكرا اللي انت بتقدمها لي عاوزين نوصل الفيديو ده ل 500 شكرا او 500 لايك مبدئيا لازم تاخد بالك ان العصب السابع بتبقى مشكلة ولما بتبدأ تيجي تدحك مثلا لما بتبدأ تعمل اي حركة تبدأ تحس ان الفك او ان البق او ان الدحكة مش كاملة مدل ما بتدحك مظبوط لا في مشكلة في جزء متدل من الوش احيانا الموضوع بيزيد علشان تبدأ تحس بالام في الفك ولازم تاخد بالك هنا من نقطة ان الام الفك دي نتيجة من العصب السابع في حلقة كاملة عن الام الفك ممكن تعالجها نتيجة اي مشكلة تانية لما ترجع للحلقة ولكن لو العصب السابع في مشكلة في الفك فانت لما تعالج العصب السابع بالتبعية الام الفك هتختفي هسيب لك كده كده الحلقة في الاي هنا او هنا او تحت في صندوق الوصف طيب جميل دي تلات اربع اعراض كده ممكن تشوفهم ايه بقى التمارين اللي انا اقدر عملها علشان تخفيلي من الموضوع ده بشكل كبير باذن الله اولا هنتوقع او هنشتغل على الجزء الشمال الفكرة كلها ان انا مثلا عندي هرفع حواجب اللي اتنين لفوق وبايدي هساعد الجزء اللي فيه المشكلة بقيا يفضل انك تعمل التمارين دي قدام المراية يعني ما تعملهاش قدام نفسك كده لان النظر او انك تشوف الحرقة قدام عينيك عن طريق المراية ده بيحفز اكتر عضلات الوش او الفشل اكسبريشن او تعابير الوش وتساعدك اكتر على ان يتم شفائك باذن الله بشكل اسرع فلو انا مثلا عندي الجزء الشمال هو اللي فيه المشكلة ايوان اللي عليه السهم ده هو ده اللي انا هشتغل عليه وبتبدأ باديك اللي اتنين ترفع حواجبك اللي اتنين لفوق رفعت وده ما بيطلعش فبتروح انت مساعد وطالع معي وبتعمل الموضوع ده من عشرة لاتناشر مرة من ثلاثة لخمس مرات في اليوم طيب جميل سهل وعملناه وزي الفل بتبدأ تخش على التمارين اللي بعده التمارين التاني هو كأنك غطبان بتضم الحاجبين لجوه اللي فيت انا برفعهم لفوق لا لا ده الجوه بتفرق انك بتعمل لجوه بس ده ما بيدخلش فبتدأ تزوق بأديك طيب تمام بتعمل الموضوع ده قد ايه من عشرة لاتناشر مرة من ثلاثة لخمس مرات في اليوم التمارين التالت والرابع حيبقوا بالتبعية واحد فيهم انك بتنفخ في بلونة بتنفخ في شمعة بتنفخ في ورقة الفكرة كلها انك عاوزك تنفخ طيب تمام بتعمل الموضوع ده منه وترجع على الابتسامة وتضحك وتضحك طيب اضحك ازاي الفكرة كلها انك لما تجي تضحك هيكون في مشكلة في الجنب الشمال انك ما بتضحكش الشفتين او المشكلة ان الحتة دي ما بتضحركش طيب تدأ تساعد بأديك تنفخ وترجع تنفخ وترجع الفكرة كلها انك هتلاقي حركات غريبة في الفيديو لان كده كده العصر السابع هو الفيشيال نيرف فيشيال يعني الوجه فالفيشيال اكسبريشان او تعابير وشك الضحكة الغضب التكشيرة ايا كان الشيء اللي بيحصل مسؤول عنه العصر السابع فاحنا شبه بنضرب الجسم او بنضرب الوجه او الوجه على انه يعمل الاكسبريشان او التعابير بتاعت الوجه طيب تمام عملنا التمارين ممكن نخش على التمارين اللي بعدها وهي تمارين الاستطالة ممكن تبدأ بالاستطالة وبعدها التمرين دي او العكس اي ان كان اللي هتبدأ به التمرين الاول لو عبر على انك بتثبت الحاجب بايدك وبايدك التانية بتشد الجزء اللي فوق وهكذا وبتعمل الموضوع ده نفس الكلام من 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم او انك تزود بدلا ما تحط ايدك عندي الحاجب بالزبط هتخلى في النص هنا من النص هنا والنص هنا وتبدأ تشد طيب تمام ده التمرين الاول التمرين التاني هتخط صبعينك اللي اتنين يمسكوا الحاجب من النص هنا عندي الحاجب الشمال حط صبع هنا وصبع هنا وبتبدأ كأنك بتخاوت الحاجب طيب تمام بتعملوا نفس الكلام قد ايه من 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم التمرين اللي بعده هيكون اقرب للعين شوية احنا نشتغل على العين الشمال العين الشمال كأنها مقفولة فانت بتحط صبعك كده وبتبدأ بايدك التاني تشد الفوق وهكذا بتعمل الموضوع من 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم التمرين اللي بعد كده زي ما انا قلت لك اللي فات كانت 3 والرابع مع بعض ده يبقى الرابع والخمس مع بعض عبارة على انك بتحط صبعك هنا واحنا نتكلم عن الجنب الشمالي بس صبع ده هنا وبايدك التاني بتبدأ تشد وبتعمل الموضوع نفس الكلام من 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم خش على التمرين اللي بعده بدل ما انا حطت ايدي هنا في نص شانة بكده لأ هنحطها في نص الدقن من تحت وبضغط نفس الضغطة واشد نفس الكلام تم الموضوعات ده من 10 ل 12 مرة من 3 ل 5 مرات في اليوم ركز انا عملت جزء بتاع الشفة اللي فوق وبعدين الجزء بتاع الشفة اللي تحت طيب تمام طيب جميل انا كده خلصت التمرين اللي انا اقدر اعملها في البيت ايه بقى النصايح اللي انا اهتم بيها قوي واركز بيها قوي اولا تجنب الاضطرابات النفسية او العصبية او انك تتدايق من اي حاجة بتشوفها بتتفرج على الحاجة معينة بتدايقك بتتابع اخبار سياسية معينة بتدايقك بتتابع اي حاجة بتدايقك لا تجنبها فالاضطرابات النفسية عاوزينها تتلغي نهائيا بالاضافة ان احيانا عينك مش بتقفل لوحدها فبتكون مفتوحة معظم الوقت ده على المدى البعيد لو نمت وهي مفتوحة لو سبتها مفتوحة بتبدأ لا قدر الله لا قدر الله تعمل عمى جزئي واحيانا عمى كلي فالموضوع بيكون كارثة فلازم تاخد بالك انك بتقفلها طول اليوم بتقفلها وتفتحها انت بايدك لان ده بيبقى مفيد للعين ولما تيجي تنام غطي عينيك عن طريق انك هتخط كمامة سودة على عينيك هتقفلها انت بايدك وتلبس حاجة عليها بحيث تفضل متغطية طول ما انت نايم لان احنا قلنا لو مفتوحة تبقى فيها مشكلة بالاضافة انك ما تتعرضش لحوى مرة واحدة فما تصحاش من النوم تروح فاتح الشباك مرة واحدة في وشك لان ده ممكن يسبب لمشكلة بالاضافة برضو ان ممكن الاتربة او الكلام ده تدخل العين وتسبب لك مشاكل فيفضل انك تلبس نظرة شمس لو عينك ما بتقفلش السؤال الاهم طب هل اللبان مفيد لا 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 لان اللبان بيشتغل او بيشغل عضلة المسيطة المصل او عضلة المضغ العضلة المسؤولة عن المضغ والعضلة دي بتاخد من العصب الخامس مش من السابع فبالتالي انا كده بعالج مشكلة لا مش بتعالج العصب السابع اصلا انا مش بحل المشكلة بالعكس انا بخلق مشكلة جديدة فاللبان مش الحل الاول اللبان مش حل كويس تلجأ ليه اللبان معلومة شائعة في شكل كبير جدا ولكنك بعد الفيديو ده ان شاء الله تكون عرفت ان اللبان مش علاج للعصر السامع نهائيا وعرفت ليه لانه بيتغزى من العصر الخامس اللي هي عضلة المضغ بالتالي مش هي دي نهائة لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واسر اسكرايب للقناة واتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها بإذن الله على مدار الموسم كان معك دكتور احمد الشامي دكتور علاج طبيعي للقصصات تغزى العلاجية مساش تتابعني على انستجرام تويتر فيسبوك لو عاوز تسألني بإذن الله سيب الكومنت بتاعك تحت وانا بإذن الله هجمع كل الاسئلة دي وعملها في حلقة كنا سايبينها بقى لها فترة كبيرة الحلقة دي اهم حاجة واهم نقطة واهم تحذير في الحلقة التمرين دي تمارين تقدر تعملها في البيت تمارين مش هتعالج العصر السابع لو انت معلقتش نفسك في بعض الاحيان بداية الالتهاب العصر السابع بتاخد مضاد للالتهابات في الاول في يومين تلاتة وبعدين بتبدأ تعالج المشكلة بالاضافة ان التمرين دي تعملها في البيت مش تعالج نفسك بها وبس انت بتتابع في مركز علاق طبيعي علشان تمشي على بروجرام كويس ويبقى فيه تقدم للحالة وتتابع مع الاخصاء اللي انت متابع معاه او مع الدكتور اللي متابع معاه وبعدين خلاص زي الفل انت متابع مع الدكتور روح البيت اعمل التمرين دي ما تشخصش نفسك من الفيديو ما تعالجش نفسك من الفيديو ما تنتظرش علاق مية في المية من الفيديو الفيديو اه كويس هيساعدك الفيديو اه هيديك تمارين تقدر تعملها في البيت ولكن لا يغنيك عن الكشف او المتابعة في مركز علاق طبيعي بس كده سلام عليكم اشتركوا في القناة